الحاجة الثانية أنه الرفض العائلي وانتماء الجسد المسيح أو الكنيسة العالمية ده بيخلينا كمان نقدر ما يجتازه أخونا أو أختنا العابرة نقدر كدئي هما بيتحملوا بس عندي وكفة في هذا التقدير للأسف في بعض المجتمعات الكنسية حينما تقدر تغالي وتبالغ في هذا التقدير لدرجة تعود بالضرر على الأخ أو الأخت العابرة أو العابر ليصلوا إلى أنهم يعتبروا زي نجم في المجتمع الكنسي ويطلع على المنبر ويبتدي يقول اختباره نحن بنساهم في تدمير حياته وعلاقته الخاصة بينه وبين الرب مهم جدا أنه نعلن المحبة ونقدم المحبة ونستوعب هؤلاء ونقولوا احنا عائلتكم واحنا المجتمع بس في نفس الوقت كلنا كلنا كجسد واحد ننمو معا مؤازرين بعضنا البعض إلى يحصل على نمو الجسد الكامل هو المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر